أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر وذلك بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في رؤية مصر 2030 جاء ذلك خلال أترأس مدبولي النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر والتي أقيمت بمدينة العالمين الجديدة بحضور عددين من الوزراء ومطور الهيدروجين الأخضر ومسؤول البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية حيث أكد مدبولي أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية مشيرا إلى أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا كما أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس والتي تعد أهم ممر مائي في العالم تعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المرة بالقناة بالوقود الأخضر وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لجذب استثمارات إضافية في هذا القطاع من بينها صياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية والعمل على إعداد مسودة قانون يتضمن جميع الحوافز التي ستمنح لمطور الهيدروجين الأخضر فضلا عن إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية للقناة في العين السخنة وفي شرق برسعيد ترجمة نانسي قنقر